كانت هنا أودية تغذي الأراضي الزراعية ويعتمد عليها المواطنون بشكل أساسي كونها مصدر دخلهم الوحيدة لكن الأعاصير الأخيرة التي ضربت محافظة المهرة طمرت الجزء الأكبر منها وغيرت مجرها مانثر سلبا على شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في مهنة الزراعة تضررنا من السيول العاصير هذه المزارعنا كلها راحت كلها راحت تبسط المزارع والأرض كل هذه راحت المزارع كلها عن بكرتها بيها هنا ورجعنا نشتغل يعني من جديد والحكومة يعني ساعدتنا ماشي مساعدة من الحكومة أبدا ولا ساعدونا بأي حاجة ونحن الآن كل من عندنا من نفوسنا عمل ذاتي يعني من نفوسنا نشتغل نشوفهم حين مثل هذا نعدل التربة حقنا وما حصلنا أي مزاعدة من الحكومة مفروضة للحكومة تساعدنا بيها أننا راحهم كلها المزارع كلها اكتبست من السيول من هذه اكتبست كامل كلها الأعاصير المتعاقبة والمنخفضات الجوية حولت معظم الأراضي الزراعية إلى مجار للسيول وأصبح هؤلاء المزارعون يبحثون عن مزارعهم تحت هذه الأكوام من الأحجار على أمل إعادتها إلى الوجود إلا أن مساعهم ذهبت دون جدوى ولم يتبقى منها غير حلم الماضي وما كانت تجود به من خيرات الأضرار أخربت على الناس كثير وعطلت عليهم مزارع حقهم والناس الآن بعض مساكين محلتهم شيء بغض دعم عند المنظمات هذه كافوا يعني يسلوحون مزارع حقهم عيشيتهم على هذه المزارع ويأمل المزارعون من الجهات الحكومية إعادة ما دمرت الأعاصر والوقوف إلى جانبهم خاصة بعد أن كلفتهم الأراضي خسائر كبيرة بجلب الأتربة من مناطق بعيدة في محاولة منهم لإعادة ولو جزء بسيط من أراضيهم اللي صاب المزارعين خاصة أهل المنطقة هذه هذا كانت قبل الأعصار كانت كلها أرض زراعية وغلب أهل المنطقة كلهم كانوا عايشين من المزارع أغلب الناس كل كانوا عايشين فلما صار هذا الأعصار جرف عليهم التربة وكلهم أساروا يعانوا من الفقر ومن التعب والذي ما بيدهم حيلة إلا بالله سبحانه وتعب غياب دور السلطات والمنظمات المعنية بالقطاع الزراعي فاقم معاناة المزارعين وجعلهم وحيدين في مواجهة الأعاصر والكوارث الطبيعية التي أحدثت دمارا كبيرا في الأراضي الزراعية على مستوى مديريات المحافظة لبرنامج أسبوع البلد طنات المهرية محافظة المهراء